الحديث عن إجراء استفتاء شعبي في محافظة كاركوك أمر يراه بعض المراقبين صعب المنال لأنه لا ينسجم مع مبادئ الدستور إضافة إلى ضعف الاستبيانات والإحصائيات للسكان في تلك المحافظة هناك ثلاث مراحل لابد أن تحصل في كل منطقة التي سماها المناطق المتلازعة على المادة 140 دستور أولاً تطبيع اثنين إحصاء ثالثاً استفتاء الآن لازمنا في المرحلة الأولى لم نكمل المرحلة الأولى المتمثلة بالإحصاء فكيف نقفز على المرحلة الأولى المتمثلة بالتطبيع ونقفز على المرحلة الثانية المتمثلة بالإحصاء ويتم إجراء استفتاء إذن طالما أن الدستور هو الهدي هو الشعار هو المنار هو البثار هو ليحدد المراحل فلا بد الالتزام وكل إجراء خلال ذلك القول بأنه سوف يتم إجراء استفتاء في كاركوك أو في سوى مناطق المتازع عليها يفارق كليا لا يناقض يختلف مع أحكام الدستور آخرون وجدوا أن بعض الكتل والأحزاب تدفعوا باتجاه ضرب النسيج الاجتماعي في كاركوك كل كاركوك تدعو إلى الوحدة لكن هذا كلام سياسي كلام شارع كلام الشارع يختلف عن كلام السياسة والأحزاب والبرلمانيين يجب أن تنزلوا إلى الشارع وتأخذوا آراء الكاركوكيين تجدونهم يحبون الوحدة والالتحاد والالتحام على أن يكون العراق لحمة واحدة هذا كلام الكاركوكيين والعراقيين من الشمال إلى الجنوب أخ العزيز نحن نريد عراق واحد بلا فأوية بلا طائفية بلا سنية بلا شيعية بلا حزبية نريد عراق واحد سيبقى عراق واحد ضمن خيمة واحدة هي الوطن العربي وتتمسك جميع الأحزاب الكردية بموقفها من كاركوك وهي مدينة يسكنها خليط من الكرد والتركمان والعرب وتعد واحدة من أهم المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل ترجمة نانسي قنقر